بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله. اهلا بيكو حبيباتي في فيديو جديد من خلفا نحس. نارشا انا نعمل الكوفية الجميلة دي. كوفية تحتاج شلتين خيط عشان خيط آآ سميك. آآ اهي هتبقى طويلة جدا ما شاء الله طول معنا. آآ فيها خط بار زي ما انتم شايفين كده هو سهلة وسريعة تقدر تعملها بخيط رفع من كده بس هيبقى المقاس اصغر من كده آآ شوية. عرضها دي اربعتاشر سنتي وطولها اتنين آآ متر. سهلة تقدر تعملها اصغر من كده كمان. انا عن نفسي بحب مقاس صغير والفه آآ لفتان ومخالص محبش تبقى كبيرة. نبتدي بسم الله. بسم الله. هستخدم خيط ايلول. ده خيط آآ تركي. تمام? ده آآ بصي فين كانت لست هنا. آآ تلاتين في المية صوف وسبعين في المية اكريليك. خيط جميل وبيدفي وساميك. ده ساميك. ماشي? بسميك قوي بس يعني حلو. آآ ممكن تستخدمي ماكس لزا ماكسي بس آآ آآ هو اخف من الوزن من ده. ازا ماكس تحيس ان هو عام زي الهوة شوية. بس ده ده جميل شوية. آآ آآ ده اي خيط عندك بيبقى مكتوب عليه رقم الابرة المناسبة. بس احنا طبعا اهو. اقول لك. نعم. هستخدم معايا ابرى رقم خمسة مليمتر. دايما بحب اجيب الخيط من جوة البقرة حتى لو اي اي حصوصا لو لون فاتح. علشان وصي طول ما تشغلها تسحبك كده. ده ما يوجعش ايديك من قدر الشد. الشد ده بيوجع اليد. آآ ايديك الشمال اللي بتوجعك آآ بعد فترة. فكده ما تعدش تشدي عشان البقرة ما تفضلش تحرك. البقرة محافظة على شكلها وتفضل جنبك كده ما تتحركش. زائد ان هي هتفضل آآ لونها آآ ما يتغيرش يعني ما تتوسخش. عشان في ناس كتير بتسجي بعد ما تخلص الشغل اللي حصوصا لو مشروع كبير ان هي بتتوسخ. فأهي بصي حتة بسيطة هاي كده. اهي. وتبتدي اشتغلي حتشون جمعك بالراحة واشتغلي وخلاص كده. همسك الخيط القصير الف والفوق كده. دخل الابرة هنا. واسحب كده. عقدة بداية. هعمل تلاتة وعشرين سلسلة. ادي واحد. اتنين تلاتة اربعة. خمسة ستة سبعة. تمانية تسعة. عشر. حتاشر. اتناشر. تلات تاشر. ربعة تاشر. خمس تاشر. ستاشر. سبعة تاشر. تمنتاشر. تسعة تاشر. عشرين. واحد وعشرين. اتنين وعشرين. تلاتة وعشرين. سلسلة. اول آآ سطر هسيب واحد اتنين سلسلة من بعد الابرة في رقم تلاتة هياخد لفة وادخل وعمل عمود لفة واطلع من الحلقتين لفة واخرج من الحلقتين لفة وهدخل في السلسلة اللي بعدها لفة واخرج لفة واخرج من الحلقتين لفة واخرج من الحلقتين الدور ده كله هيبقى عمودة هتخل في السلسلة اللي بعدها لفة واخرج لفة واخرج من حلقتين لفة واخرج من حلقتين السلسلة اللي بعدها وهكذا تمام هكمل السطر ده كله عمودة او يتنسي اخر سلسلة عشان في ناس بتنساها ودعمي فيها عمود هيبقى عندك هينا السلسلة اللي في الاول دي اللي سبناها دي عمود انا هاي هده هنحزيبها عمود واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تبانية تسعة عشر حداشرة اتنشتر تحت شبعتاشر خمسة تستدوس تسدوس تسدوس تحت عشر واحد وعشرين عمود سطر البعده هنعمل اربع سلاسل واحد اتنين تلاتة اربع هناخد لفة ونلفشه هسيب العمود الاولاني وفوق العمود التاني هنا كده هادخل واعمل عمود. سلسلة هسيب عمود وفوق العمود التاني هعمل عمود. سلسلة هسيب عمود وفوق العمود رقم آآ تلاتة اي رقم اتنين هعمل عمود امامي. كده هدخل من وراء الخيط وطلحها كده. اخد لفة. لفة من حلقتين. لفة اخركم من حلقتين. وده عمود تمامي. سلسلة هسيب عمود وعمود فوق العمود اللي بعدها. سلسلة هسيب عمود وعمود فوق العمود اللي بعدها. سلسلة هسيب عمود وعمود فوق العمود اللي بعدها. حبة تعمليها تلاتات يعني يبقى تلات فراغات زي اول واحدة تمام. عايزة تحميلهم اكتر تمام. تلسلة هسيب عمود وادخل من وراء العمود كده. واطلع القتام. واخد لفة واعمل عمود امامي. انا اول واحدة سبت فراغ اتنين وفي التالت عملت عمود امامي. في تاني واحدة عمل سبت عمود اتنين تلاتة وعملت عمود امامي في رابع واحدة. لو انت عايزة تعمييها آآ تلاتات عشان ما ستلغبطي الشامية سنتعمي تلات فراغات وعمود امامي وتلات فراغات وعمود امامي. يبقى هتقللي من المقاس الاولاني اتنين آآ غرسة. سلسلة هسيب عمود وعمود فوق العمود اللي بعضه. سلسلة هسيب عمود وعمود فوق العمود اللي بعضه. سلسلة هسيب عمود وعمود فوق اخر عمود دول كانوا اتنين ردفع اوكي. عمود. بس يبقى كده ثلاث فراغات عمود امامي ثلاث اربع فراغات عمود امامي ثلاث فراغات الصدر اللي بعده هعمل ثلاث سلاشن هيخد لفة وعمود هو الفراغ ده عمود فوق العمود عمود فوق الفراغ لو انت حسيت اني الابرة اما السفات كبيرة صغري الابرة خليها النص درقة عمود فوق العمود عمود في الفراغ ركزي بس امعين في الحلقة دي كده انت عندي كام تلاث سلسل في الاول وعمود انا حسيبهم عمود اتنين تلاثة اربعة خمسة ست عمودة هنا ده العمود الامامي اللي كنت عاملها امامي ده ده وش الشغل وده الضهر ده عمود امامي هون لما يجي يقوم في الضهر هعمله عمود خلفي يعني هاخد لفة هدخل اه لا كده من وراء الابرة كده الخيط وازقه الوراء كده تاني هاخد لفة عمود خلفي هدخل كده وازقه الوراء هاخد لفة اخرجها من هنا كده وعمل عمود خالص عادي كده بقى من قدام كله عمود امامي بس باري ازاي كله بقى عمود امامي من قدام من وراء شغلك سادة خلاص هاخد لفة عمود في الفراغ اللي بعديها عمود فوق العمود عمود فوق الفراغ اللي بعديها خلاص احنا عرف ناحية دي عمود فوق العمود اكمل الجزئية دي عملت عمود في الفراغ عمود فوق العمود لغاية ما وصلت لفين العمود الامامي اللي انا عايز اعمل فوقي هاخد لفة هدخل الابران ورا كده بس اهي وازق الخيط كده واسحب دي كده اخد لفة واخرج من حلقتين لفة واخرج من حلقتين بس وعمل عمود فوق العمود وعمود فوق الفراغ لغاية ما وصل لاخر السطر هنا في الاخر انا كنت عمله اربع سلسلة صح هعمل عمود في اخر فراغ ده واخد لفة وهد من تحت واحد اتنين تالت سلسلة اروح دخلها وعمل عمود وده شكل السطر سهل وسريعة فيش اسهل من كده ده من قدام اهو بصي هتلاقي فيه عمود بارس او سطر اللي بعده ثلاث سلاسل بس حلف الشغ لا اربعة احنا نعمل فراغ صح سوري اربع سلاسل هسيب عمود وعمود فوق العمود اللي بعده سلسلة هسيب عمود وعمود فوق العمود اللي بعده ده زي اني سطر رقم اتنين سلسلة هسيب عمود وعمود فوق العمود الامامي ده هروح عمود امامي سلسلة هسيب عمود وعمود فوق العمود اللي بعده سلسلة هسيب عمود وعمود فوق العمود اللي بعده سلسلة هسيب عمود وعمود فوق العمود اللي بعده ولا اسهل من كده. سلسلة. هسيب عمود وعمود فوق العمود اللي بعده. مش عايز. سلسلة. هسيب عمود وعمود فوق. اخر عمود هل هول هي السلاسل. اهي. خلي بالك دايما تحافظي على الاخر اعمدة علشان آآ الطول والعرض بتاعيك يبقوا مصبوطين. سطر اللي بعده تكرار سطر الاعمدة هيدولك تاني وخلاص. واحد اتنين تلت سلاسل وهلف الشغل. عمود في الفراغ. وعمود فوق العمود. لغاية ما وصل لآآ عمود الامان. اعمل تلت سلاسل. واتنين اربعة خمس اعمدة بعدها هاخد لفة. هدخل من وراء العمود كده هو. هزقه الوراء. يبقى مرة بعملوا عمود خالفي ومرة عمود اماني. ده عمود خالفي. اكي? واعملو كده وكمل الشغل. عمود في الفراغ. وعمود فوق العمود. عمود في الفراغ. وعمود فوق العمود. اهو. بقى عندي كام بعد العمود الامامي? واحد نين تلاتة اربعة خمسة ستة سبع عمدة. وبعد ناخد لفة وعمل عمود امامي. آآ خلفي. وبعد العمود فوق العمود. عمود فوق الفراغ. عمودة الفراغ. وبعدين عمود. هعدي من تحت واحد اتنين. في تالت سلسلة. هعمل. عمود. طويلة جدا ما شاء الله. طول معنا. آآ فيها خط بار زي ما انتم شايفين كده هو. سهلة وسريعة. تقدر تعملها بخيط رفعة من كده. بس هيبقى مقاس اصغر من كده آآ شوية. عرضها دي. اربعتاشر سنتي. وطولها اتنين آآ متر. سهلة. تقدر تعملها اصغر من كده كمان. انا على نفسي بحب مقاس صغير والفتنين مخلص محبش تبقى كبيرة. نبتدي بسم الله.